السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا واسوتنا وكذوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعاء نبوي واحد ينجيكم من أزمات الحياة الثمانية تعالوا نعرف بعد من صلى على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم أزمات الإنسان في هذه الحياة تقريباً 8 أزمات والنبي محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم الذي ما ترك خيراً إلا وذلنا عليه وما ترك شراً إلا وحذرنا منه وصفه المولى عز وجل بقوله بالمؤمنين رؤوف الرحيم النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم بيدلنا هنا على دعاء واحد ينجير الله به من الأزمات الثمانية التي نعاني منها في تلك الحياة ورد في الحديث الذي رواه البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نقول اللهم إني أعوذ بك عد معايا من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين أو ضلع الدين وغلابة الرجال يعني تمن حاجات نستعيذ بالله منها فالله عز وجل ينجينا من تلك الأشياء الثمانية تعالوا نشوف إيه التمن حاجات دولة للنبي يعني علمنا كيف نستعيذ بالله منها أول حاجة اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن الحزن أو الحزن الحزن يكون على ما فات يعني فاتنا بعض الأمنيات اللي كنا بنتمنها فراحت علينا أو فقدنا أشياء غالية علينا من الأشياء التي كنا نتمنى أن تكون معنا ففاتتنا ويعني فقدناها فنحزن عليها الهم بقى بيكون على ما هو قادم متوقع إلا يحصل في المستقبل الآن على مستقبل نفسي أو مستقبل أولادي أو الآن على إزاي هعرف عيش والظروف المادية والأحوال الاقتصادية والدنيا اللي جاية ومثلا إذا كنت بستقبل مثلا ملاقشة رسالة ماجستير ولا دكتورة شيء الهم اللي جاي إنما الحزن يكون على ما مضى فالنبي عسان بيه علمنا نحن نستعيذ بالله من الهم إن احنا ما نشلش هم اللي جاي ولا نحزن علي فات لأن باختصار الدنيا كلها لا تساوي عند الله جناح بعوضة ولو كانت تساوي جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء قال صلى الله عليه وسلم ما الدنيا كل الدنيا بما فيها من كنوز وخيرات ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يضع أحدكم أصبعه في اليم أي في البحر فلينظر بما يرجع الأصبع لو وضع في المحيط أو في البحر ماذا يأخذ من البحر أو من المحيط ولا حاجة سبحان الله فالدنيا كلها لا تساوي أي شيء فلماذا الهم على ما هو آت ما هو آت بيد الخالق سبحانه وتعالى والله رحيم بنا الله أرحم بنا من رحمة الأمة بطفلها الرضيع قال جل وعلا ورحمتي وسعت كل شيء والحزن على ما فات احنا مش محتاجين ولذلك يعني سبحان الله اللي فات لو حزننا عليه هل سيعود أبدا يعني لو مات لنا حبيب أو عزيز لو حزننا حزن أبدي هل سيرجع أبدا والله إنما طبعا الحزن ليس حراما يعني أنا لو حزنت على حد حبيب مثلي ده مش حرام والبكاء عليه أيضا مش حرام مدام ما فيش اعتراض على قضاء الله سبحانه وتعالى لكن استمرار الحزن العمر كله مالوش لازمة إن الإنسان يحزن على ما فاته من المال أو من الوظيفة أو من المنصب أو من الجاهة أو غير ذلك إحنا في النهاية بننتظر جنة عرضها السماوات والأرض ولذا قال جل وعلا إن المؤمن بقى عند بداية السكرات قال جل وعلا عن تلك اللحظة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة خدوا بالكم بقى قال لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون ما تخافوش من اللي جاي اللي جاي كله خير وأخرته جنة إن شاء الله ولا تحزنوا ما تحزنوش على فوات الدنيا لأنه أصلا لا تساوي عند الله جناح بعوضة وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون يبقى تتنزل عليهم الملائكة بتلت حاجات قال لا تخافوا من اللي جاي ولا تحزنوا على اللي فات وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون بأول حاجة اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن تاني حاجة وأعوذ بك من العجز والكسل العجز هو عدم القدرة على فعل الخير وترك ما يجب فعله الإنسان يكون عاجز مش قادر يعمل الحاجة دي إنما الكسل بقى لا ده هو قادر بس مكسل ما عندهوش رغبة في فعل الخير مع إنه يستطيع أنه يفعل هذا الخير يعني يقدر ولكنه يتكاسل طبعا هذا الإنسان يفوته خير كثير جدا لأن من رافق الراحة فتدخل الراحة في وقت الراحة بإذن فالإنسان لا بد أنهو دائما يكون عنده يعني حب فعل الخير والإقدام على فعل الخير ولا يتكاسل أبدا ولا يؤجل عمل اليوم إلى الغد الرقم خمسة وستة وأعوذ بك من الجبن والبخل الجبن عكس الشجاعة والبخل عكس الكرم لأن المؤمن عمره ما يكون جبان وعمره ما يكون بخيل أبدا بالعكس البخل ده سوء ظن بالله إن هو الإنسان بيعتقد أنه لو أنفق ربنا مش يعوض عليه عشان كده هو ماسك في الإرش ومش عايز ينفق والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أسماء لا توكي فيوكي الله عليك ولا توعي فيوعي الله عليك ويقول يا بلال أنفق ولا تخشى من ذي العرش إقلالا ويقول جل وعلا يا ابن آدم أو عبدي أنفق أنفق عليك والنبي صلى الله عليه وسلم يقسم يقول ثلاث أقسم عليهن كان أول حاجة ما نقص مال عبد من صدقة ويقول جل وعلا وما أنفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين سبحانه وتعالى وجل جلاله فالمؤمن عمره ما يكون جبان أبدا وعمره ما يكون بخيل أبدا بفضل الله آخر حكتيين استعاذ منها النبي صلى الله عليه وسلم قال وضلع الدين وغلبات الرجال ضلع الدين يعني الثقة للدين الواحد يكون عليه ديون كثيرا جدا لا يستطيع قضاء تلك الديون طبعا دي مصيبة كبيرة جدا أن الإنسان أصلا يددين والمصيبة الأكبر أن يكون الدين أكبر من أنه يستطيع أن هو يسده فدي مصيبة كبيرة جدا أن الإنسان يحتاج أنه يستدين من الناس وأن يكون الدين دو مش قادر يرده وغلبة الرجال يعني تسلط الرجال عليه بالظلم عيازا بالله والعضوان او المقصود هنا تسلط اصحاب الدين عليه يفضلوا يزلوا فيه ويفضلوا يقهروا فيه واحنا لنا فلوس عندك ونقدر نعمل فيك ونسوي وممكن نسجنك وممكن نقدم الشكات وممكن فغلبة الرجال شيء صعب الانسان يقهر لعبدي زيه كده عيازا بالله ويكون مزلول وماشي وحاطة وشه في الارض بسبب ان عليه دين لسين اوعين فهذا مما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نستعيذ بالله عز وجل منه اذا نقول الدعاء مرة ثانية واكتبوه واحفظوه اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال فلابد ان احنا نستعيذ بالله من تلك الاشياء الثمانية فهذه تمثل ازمات الحياة الثمانية اسأل الله عز وجل ان يجمعني وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم في الفردوس الاعلى بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته